السلام عليكم ورحمة الله المطلقات غير المدخول بهن صنثان صنف لم يفرد لهن فريضة أو مهر أو صداق فإن طلقنا فلهن المتعة لا جناح عليكم إن طلقتن نساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين صنف آخر قد فرد لهن في عقد النكاح فريضة أو مهر أو صداقة فماذا لهن عند الطلاق وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن ولم تجامعوهن ولم تدخلوا بهن ولكنكم ألزمتم أنفسكم في عقد النكاح بمهر محدد لهن فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه ويجدر بنا أن نتأمل في تلك الصورة صورة عقد زواج رسمي يذكر فيها بيانات الزوج والزوجة والشهود والصداق عاجله وآجله فإذا كان هذا الزواج على صداق قدره خمسون ألف ريال دفع منه عشرة آلاف ريال معجل صداق والباقي وقدره أربعون ألف ريال مؤجل صداق يستحق عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة فيكون لتلك المرأة المطلقة غير المدخول بها نصف الصداق أي خمسة وعشرين ألف ريال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن تسامح المطلقات في نصف المهر أو جزء منه أو أن يعفو الزوج للمطلقة عن المهر كله أو جزء منه فوق النصف وهذا هو مذهب الجمهور أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وهناك رأي آخر في المذهب المالكي يقول أن الولي هو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقابل التقوى تسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته وهذا من الإحسان الذي يشرح الصدور ويصف النفوس ورؤيا لنا أن أحد الصحابة تزوج بإمرأة وطلقها قبل الدخول بها فأعطاها المهر كاملا فقيل له في ذلك فقال أنا أحق بالعفو منها فالعفو والتسامح في الحقوق أقرب إلى التقوى ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاه ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا أيها الناس الفضل والإحسان بينكم والفضل هو إعطاء ما ليس بواجب وهو أعلى درجات المعاملة وذات مرة دخل جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فعرض عليه بنتا فتزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها وبعث لها المهر كاملا فقيل له لما تزوجتها فأجاب عرضها علي فكرهت رده فقيل له فلما بعثت بالصداق كاملا فأجاب فأين الفضل فالفضل من الإحسان والإحسان أعلى درجات الإيمان والفضل في المعاملة دائما خير من العدل إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير يرغبكم في المعروف ويحثكم على الفضل والله عز وجل بصير بكم إن عدلتم أو ظلمتم أو عفوتم جزاكم الله خيرا وإن طلقتوهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقد فرضتم لأن فريضة فنصف ما فرضتم فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقابل التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير